موسيقى هذا البرنامج برعاية الخبير المالية مرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث المملكة معي ناراشتر فوزان ونبدأ بالعناوين جدة تستضيف الجولة 21 سباق الجائزة الكبرى للفورميلا 1 افتتاح الطريق البري بين السعودي وعمان بطول 725 كيلو ويختصر 800 كيلو موسيقى والآن جولة في أهم الأخبار الطرح الثانوي لـ 5% من أشمع شركة الاتصالات السعودية تمثل أكثر من 100 مليون سهم وتم رفعها إلى 6% إيقاف 250 متهما بالفساد في 6 وزارات 5000 ريال هي الغرامة لعدم الاتزام بالفاتورة الإلكترونية والتي بدأت في 4 ديسمبر انطلاق لليحايل تويوتا الدولي 2021 في نسخة السابعة عشر والذي يمثل الجولة السابعة والختامية لكأس العالم لراليات الكروس كانتري بدء تطبيق برنامج نطاقات المطور على المنشاة القطاع الخاص موسيقى طالب مجلس الشورى السعودي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالإسراع في حال تعثر المشاريع وذلك من خلال إعداد دراسة شاملة لبحث الأسباب ووضع خطة لمعالجتها وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد التفاصيل في التقرير التالي تطور ملحوظ شهدته الطرق في السعودية والتي تبلغ أطوالها أكثر من 71500 كيلومتر بحسب بيانات موقع وزارة النقل في المملكة وتساعد هذه الطرق بربط المدن الرئيسية ببعضها وتقوم الوزارة بتنفيذ وصيانة عدد من الطرق السريعة والتي يبلغ مجموعة أطوالها أكثر من 5000 كيلومتر في كافة مناطق المملكة ومؤخرا طالب مجلس الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالإسراع في حل تعثر مشاريع الطرق عبر إعداد دراسة شاملة لتحقيق ذلك عندنا الآن انخفاض حوادث المرور 25% وانخفاض الوفيات 33% وانخفاض الإصابات تقريبا 24% فهذا دلالة واضحا طرقنا فعلا بدأنا نعالج مشاكل الطرق بالمملكة العربية السعودية وخاصة اليوم ما هو الشركات الآن التي تقوم عن الطرق يمكن ما في متابع عليها أولا الآن لا يتابعها المواطن يتابعها الوزارة النقل يتابعها كذلك المؤسسات المدنية ومجلس الشورى الذي يمكن لحظنا فعلا الآن بدأ يسائل المسؤولين إذا كان هناك رداء في الطرق وهناك تأخر في تنفيذ الطرق عشرة مليار صرفتها الدولة في فترة الأخيرة على الطرق وتحسين الطرق ومد طرق جديدة وربط طرق في طرق أخرى الآن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة من الطرق كما طالب مجلس الشورى بتنفيذ مشاريع الطرق ضمن جدول زمني محدد والعمل على تفادي التأثر في المشاريع المستقبلية من مرحلة التخطيط والتحقق من مسارات المرافق العامة والبنى التحتية إلى مرحلة التنفيذ عبر اختيار المقاولين المؤهلين آلية طرح المناقصات حاليا تعطى الأقل سعر وهذا يعرض المشاريع لحد أمرين التأخير في تسليم المشروع أو التعثر وعدم استطاعة المقاول على تنفيذ المشروع بالطريق السليم الأقل تكلفة ليس عادة هو الحل يفترض أن يتم عادة الآلية حتى يعطى للمقاول الأقوى والأقدر والأجدر على تنفيذ الطرق بالوقت والجودة العالية اليوم المملكة في رؤية 2030 حددت خطاع النقل والخدمات اللوجيسية من أهم المخرجات الرؤية والتي تطمح أنها توصل للدولة أو ضمن عشر دول على مستوى العالم في الخدمات اللوجيسية والنقل وخدمات النقل وتقول وزارة النقل والخدمات اللوجيسية إنها تعمل على تطوير عدد من الطرق المفردة والتي يبلغ طولها أكثر من 49 ألف كيلومتر لتصبح مزدوجة تدريجيا عطل الشمري سي ام بي سي عربية الرياض وفي الموضوع افتتاح الخط البري الجديد بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والذي اختصر ما يقارب 800 كيلومتر أستضيف في هذا الموضوع المهندس فهد النصبان وهو رئيس لجنة المقاورات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مرحبا بك مهندس فهد الله يحييك خلنا في البداية نتكلم على المباشرة الأثر الاقتصادي لهذا الخط البري الذي اختصر 800 كيلومتر وتعتبر سلطنة عمان يمكن آخر الدولة أصبحت الآن على اتصال مباشر بخط بري مع المملكة مع دول مجلس التعاون وغير دول مجلس التعاون بداية أنا أسمح لي أن أهنئ القيادة الرشيدة بتنفيذها وافتتاح هذا المشروع الحقيقة الذي يعتبر مشروع جبار وكأنه فتحته في كثبان ليست بحرية كثبان رملية مو بسيط على اختراق الربع الخالي اختراق الربع الخالي وهو ربع خالي كان منذ زمن كان يسمى خالي وأصبح الحمد لله الآن من القنوات والطرق التي ممكن أن تعود فيها الحياة ولا يكون بعدها خالي الأثر الاقتصادي طبعا فيه أثار اقتصادية عديدة على عدة قطاعات الأثر العام الذي نعرف أنه سيحدث بعد التشغيل الكلي للمشروع أنه بينعكس في تنمية كافة القطاعات يعني التجارة البينية بين الدولتين ستنمو وتتطور العديد من المحاذير التي كانت موجودة في ظل صعوبة الوصول أو التواصل بين البلدين ستكون أسهل وأسرع وأقل كلفة وأقل كلفة أيضا انعكاس خلنا نقول على النقل البري بذاته يعني القطاع اللوجيستي بشكل عام إذا شفنا كيف كانت المعاناة تتم من قبل الشركات التي كانت تقوم بتقديم هذه الخدمات بين البلدين أنه يطلع بألف وستمائة كيلو تقريبا ويطلع من السعودية للإمارات ويطلع من الإمارات لعمان كلفة الطريق كلفة الوقود كلفة الوقت بالنسبة للسائق والسيارة هذه كانت من الأشياء التي كانت أصلا تجعل الشركات المتخصفة المجال تعزف عن العمل في هذا المكان لأنه مكلف وقل ما يوجد من يريد أن يدفع هذه الفاتورة العالية وهذا انعكس بأثره في التجارة البينية رغم أنها بيننا وبين عمان رغم أنها يعني على ما أعتقد أنها كانت السنوات التي راحتها يعني تتراوح بين العشر وعشر مليار دولار تقريبا وحولها بين السعودية وعمان لكنها الآن تصور أنك اختصرت نص الطريق 800 كيلو متر اختصرتها الآن حاليا فمعناها اختصرت تقريبا نص التكلفة أو أكثر معناها أنك الآن قللت تكلفة نقل المنتج قللت زدت رغبة المستثمرين في النقل البري أن يضمها الخط هذا من ضمن الخطوط فرصة للقطاع النقل هذا قطاع النقل حتى المقاولات حتى أيضا المقاولات يعني لو يعني عرجنا لموضوع المقاولات الطريق بحد ذاته هو الآن طريق يعتبر لا يوجد فيها خدمات ومنافع كثيرة يعني ارتياده واستخدامه سيحتاج إلى محطات سكان يعني مولات أو شقق للاستراحة أماكن استراحة كل هذه يعني رح يقوم بها مقاولين ورح تؤدي إلى ازدهار قطاع المقاولات فيما يتعلق بس بالخط نفسه خلنا من المسألة أن المقاولين يستطيعون الآن حاليا بسهولة نقل معداتهم من السعودية إلى عمان والعمل في عمان واستغلال الفرص الموجودة هناك والعكس ستتنقل أعتقد بين المملكة وعمان في موضوع الأفراد أو الأشخاص العاديين سواء يذهبون لعمان أو من عمان يأتون للمملكة ستكون اختصرت شيء كثير نعم يعني فيما يتعلق بالقطاع السياحة والعكاس على السياحة العمانيين كان سواء العمانيين أو المقيمين في عمان كان يشق عليهم مسألة الحج والعمرة إلا بالطيران أو خلال الإمارات يعني 16 ساعة أو أكثر لكي يصل إلى المشاعر لكي يؤدي حج عمره الآن حاليا نص المسافة تمت اختصارها بوجودها الطريق هذا هل تعتقد أن المملكة بهذا الخط قربت السلطان العمان من دول مجلس التعاون يعني قربت من ناحية قطر من ناحية الإمارات من ناحية البحرين من ناحية الكويت فهي خدمت حتى الدول الأخرى حتى الدول الأخرى دول مجلس التعاون الأخرى أصبح الآن وصولها لإمارات عن طريق هذا أسهل وأقصر مما كان عليه سابقاً يعني تجارياً وقتصادياً متوقع أنه ما نقول الضعف أنها ستنمو لكن ستكون فيه زيادة نمو زيادة التبادل التجاري بين الطرفين صحيح طبعاً تعرف أنه مسألة النمو ومرتبط بأشياء بخلاف بس الجوانب اللوجستية وجود الرغبة وجود الجدوى وجود التفاهم بين القطاعات الاقتصادية في البلدين في مسألة التطوير وزيادة التبادل التجاري والتجارة البينية بينهم وبين بعضهم لكن أنا أتوقع أنها ستتسبب بشكل مباشر إلى نمو التجاري يعني أنت شايف بيننا وبين دبي المكائن كلها تأتي من جبل عن طريق البري وأشياء كثيرة تأتينا من دبي والإمارات بسبب وجود هالخط البري السالك اللي الناس تطلب اليوم بعد ثلاثة أيام يكون الطلب موجود هكذا بالنسبة يعني بالنسبة أنا أقوله فيما يتعلق بالسياحة طبعاً عندما يسهل وصول المعتمري والحجاج إلى المملكة أكيد أن هذه جزء من السياحة التي سيؤدي إلى نمو وتطور السياحة عندنا هنا في بلدنا من مقيمين ومواطنين العمان والعكس صحيح طبعاً أنت عارف عمان يوجد فيها أماكن سياحية عديدة ومنها صلالة المشهورة لنا حنة كخالجين كان وصولها صعب جداً يعني يبغي تتمشي 1600 كيلو عشان توصل إلى المكان هذا الآن المدة تقلصت إلى النصف فمعناها ازدهار سياحي أيضاً فيما يتعلق بالعمان فيما يتعلق بالمواد الغذائية يعني الأول كان من الصعب جداً أن تأتيك مواد غذائية من عمان أو ترسل العمان ما يتلف جزء منها بطول المدة ويحتاجها للتخزين ويحتاجها يعني مراعاة كثير من العوامل لكن الآن حالياً بسهولة يمكن بعض الأغذية الطازجة بإمكانك تنقلها بين السعودية وعمان بعطيك مثال بسيط لها الأسماك أكبر يعني منتج للأسماك عمان في الدول الخليج كلها وإحنا نستورد 50% من احتياجنا كسعودية ونندر إنتاجنا المحلي يصل 45% إلى 50% زي الدواجن تقريباً زي الدواجن تقريباً فعندما كنا نستورد من مصر كنا نستورد من أكثر من دولة بتكاليف أعلى لكن الآن بطريق بري بإمكانك أن تأتي بالأسماك الطازجة من عمان في نفس اليوم تصلك إلى الرياض زين هذا أيضاً فيه ازدهار فيما يتعلق في التجارة البينية وتصدير المواد الغذائية ونحن فيما يتعلق مواد الغذائية أيضاً وإرسالها إلى أعمال هذا بالنسبة لمواد الغذائية في المهم أنه انتهى وفتح الخط وإن شاء الله يكون فعل خير الحمد لله ومصدر إن شاء الله يعني رزق لنا وليهم إن شاء الله خاصة أنه الحمد لله أنا كتمل كتملت الرواط البرية بين كل الدول الحدودية سواء مجلس التعاون أو اليمن والعراق والأردن شكراً لكم مهندس فهد النصبان رئيس لجنة المقاورات في الغرفات التجارية الصناعية برياض شكراً لكم بعد الفاصل حديث عن الفرم اللوان الذي انطلق في جدة الأسبوع الماضي هذا البرنامج برعاية الخبير المالية رعاية الخبير المالية وفي موضوع استضافة المملكة للجولة الواحد وعشرين الخاصة بالجائزة الكبرى للفرم اللوان واللي كانت الأسبوع الماضي هذا الموضوع وأيضا موضوع رالي حايل حتى يعني كان انتزام من التقريب بتوقيت متقاربة استضيف الأستاذ خلف ملفي وهو الرئيس المركز الإعلامي في رالي حايل وأيضا كان رئيس تحرير الرياضي أو صفحات الرياضية في صحيفة الاقتصادية وشرق الوسط مرحب فيك أبو أحمد يا أهلا وسهلا صارت تحية كالله أتشرف وجودي بينكم وشكر لكم على اهتمامكم يا أهلا فيك خلنا في البداية أبو أحمد نتكلم على يعني الفرق بين خلنا نقول عشان بس كده كمقدمة بين الفورميلا والرالي اللي جدا واللي في حايل ما الفروقات خلنا نقول بين المسابقتين أو السباقين اختلاف شاسع جدا اختلاف شاسع جدا في الفورميلا هي في يعني اعتقد هي قيادة فردية وفي نفس وقت السيارات خاصة جدا تصرع السائق إلى يمكن 250 في كيلو متر في الساعة ويمكن شفت كورنيش جدا كما ظهر من خلال أيضا المعلومات اللي طرحت أو لوشرت أنه هذا يمكن مكان يهي للسائق يعني يقول السيارة بأسرع سرعة ممكنة في العالم وهي لأول مرة تحدث ربما في سباقات الفورميلا وهي طبعا مختصة في مرحلة معينة في مكان معين لكن طبعا رالي حائل رالي تضاريس رالي رمال ربا ثمانية رالي جبال رالي طرق وعرة يمتد مثلا أربعة أيام على أربعة مراحل فهي اختلاف كل بينهما وأيضا اختلاف أيضا عند رالي ذكار أيضا ليأتي بعد هذين المتورتين ومسابقتين بتقريبا عشر يوم في 2 يناير إلى 12 يناير في 12 مدينة سعودية ينطلق أيضا هذه المرة من حائل وحائل هذا الموسم يعني مدينة حائل محظوظة كثير بنماذج عالمية جديدة أولا تتويج بطل كاس سعلا في راليات وثانيا انطلاق رالي ذكار من حائل طيب خلنا نتكلم بموضوع عن موضوع الأبعاد الاقتصادية لمثل هذه السباقات لمثل هذه السباقات يعني وش التأثير خلنا نقول الاقتصادي الزخم الاقتصادي اللي تقدم من ناحية التسويق من ناحية الجواز من ناحية خلنا نقول إنعاش المنطقة مثل منطقة حائل يعني حصل فيه تغيرات اللي حسب ما أسمع صحيح قبل هذا استدراش الذي انتدر مني يعني فيه عندنا نحظة شمولية ثورة كبيرة جدا في الرياضة بقيادات صاحب السماء الكريم محمد السلمان اللي طبعا يعني أعطى الرياضة اهتمام كبير جدا وأصبحت يعني قوة ناعمة حقيقية تسويقية للبلد تجد برياضات عالمية لم نراها من قبل مختلف الرياضات العالمية موجودة وهذه الرياضات الثلاثة ذكرناها هي من أهم من الرياضات الآن تعيش يعني تأخذ الأجواء وتأخذ الصدا وتأخذ المساحات رالي حائل تحديدا من 2006 بدايته إلى الآن يمكن اقتصاديا وهذا يمكن يهمك أكثر وأنت أدر مني في النواحة الاقتصادية ولكن أعطيك مثال بسيط يعني من خلال معايشة لهذا الرالي كنقل رئيس مركز علامي كنت أول حضرت مرة أو مرتين كمتفرج كمتابع كصحفي لكن الآن أنا في معمعة العمل من خلال تغطياتنا مثلا أولا الانتعاس اقتصادي على مستوى الفنادق والشقق المفروشة بما يسمى المعروف يمكن خمسة نجوم ستة نجوم تشوف شقق عالية الجودة هذه لها طبعا أعتار اقتصادي كبيرة ملدود كبير يمكن كان أول أنا اللي عرفته في أول رالي أو ثاني رالي أنه كان حتى يستعانوا بخيام ل امتلاء الأماكن كانت مخصصة للسكن اليوم تجد فنادق كبيرة عالمية أيضا الفعاليات الفعاليات التي تصاحب هذا الرالي أنت تعطي الأسر منتجة تعطي الجهات الحكومية مجال لأنها تثري هؤلاء العالميين أو الأبطال العالميين أو اللجان المختصة التي لها دور في التنظيم مثلا مع التحاد السعودي للسيارات مع هيئة تطوير حائل كل هذه الجهات تقدم ما لديها عالميا من خلال أيضا النشر عالميا سواء حتى في صحفة عالمية أو حتى قنوات عالمية طيب على موضوع التنظيم أبو أحمد الحين تنظيم أعتقد يتكلم عنه قدرة الشباب السعوديين على قدرة الأماكن التي تعتبر شاسعة جدا في الطرق على موضوع السيارات وقدومها من الخارج على المتسابقين على كل هذا الكرنفال كل هذا سواء اللي في جدة أو اللي في حايل نجح الشباب السعودي لكن لا أحد يمكن يبرزها بشكل كافي ويدي تكلم عنها لو بدقيقة صحيح بالعكس السيد راشد مهم جدا الكفاءة السعودية والشباب السعودي موجودين ويتحينون الفرص لإبراز قدراتهم ومواهب واحتكاكهم مع الناس أصبح الآن تقريبا الطاقم اللي يعمل على بشكل عام من الكفاءة السعودية بشكل نسبة كبيرة تتجاوز 9% مع وجود طبعا من بعض الخبراء لأن الاتحاد الدولي كما شفى اللعبة لا بد أن يكون له وجود في التنظيم في المراقبة فبالفعل أنا كنت أتمنى أن يأتي مثلا من يغطي عمل الكفاءة السعودية من داخل غرف تخيل في غرفات عملية تراقب المتسابقين المتسابق لو مثلا صار عند عطل في زر أحمر أصفر أخضر لو انقلب لو أصبح بحاجة إلى مثلا نخلاء طبي كل هذه موجودة لو تشوف أيضا الشباب السعودين موجودين في خنق المسار السباق أصبحوا متشوقين لأنهم يحبوا هذه الرياضة وشباب حائل بالذات سراحة أنا مثلا أخذ تعامز مع زملائي الإعلاميين عندهم الكفاءة والقدرة في التعايش مع محتوى الرئيليات كاحتراف وهذا مهم جدا في أن الشهاب السعودي دائما يثبت نفسه وهذا موجود في الرؤية السعودية وصراحة تشكر حكومتنا على كل ما تقدم هذه المواطنة السعودية شكرا لك أستاذ خلف ملفي مدير المركز الإعلامي في رالي حالي شكرا لك شكرا لكم أطلقت المؤسسة العامة لتحلية المياه مبادرتين لدعم ريادة صناعة تحلية المياه وهما الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي وتوطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نتابعها في التقرير التالي مبادرتين جديدتين تطلقهما المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية وتمثل المبادرتين فرصا استثمارية في قطاع تحلية المياه عبر الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي وتوطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي ويسهم توطين أغشية التناضح العكسي في رفع نسبة المحتوى المحلي وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية كما تقول مؤسسة تحلية المياه متوقعة أن يعود ذلك على الناتج المحلي الإجمالي السعودي لأكثر من مليار ومئة مليون ريال خلال مدة اتفاقيات العقود والتي تتجاوز ثمانية أعوام المملكة العربية السعودية اليوم تنتج ما يقارب 7.9 مليون متر مكعمة بين 5.9 من المؤسسة و2 مليون يوميا من القطاع الخاص حجم ما يبنى حجم كبير ستصل الطاقة الانتاجية المملكة إلى ما يفوق 11 مليون متر مكعب من المياه المحلى حجم المنظومات أو عدد المنظومات الانتاج كبير جدا متوزع على الخليج العربي والبحر الأحمر مثل هذه الاقتصاديات نتوقع أن يكون العائد منها على ناتج المحلي يفوق 4 مليار سيكون بإذن الله عائد آخر في التوظيف وفرص التوظيف ستكون قائمة بما يربو عن 300 وظيفة في الأغشية فقط أضف إليها ما قد ينجم عن استغلال المياه الرجيع في فرص استثمار المعادن والأملاح وتتوقع الهيئة العامة لتحرية المياه أن يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي بالمملكة لأغشية التناضح العكسي الستة في المياه وأن يصل حجم السوق لهذه الأغشية إلى مليار وثمانمائة مليون ريال بحلول عام 2025 ما هذه إلا البداية هم تكلموا اليوم عن صناعة الصفر الرجيع الملحي وتكلموا عن توطين صناعة الأغشية ولكن الصناعة القادمة حقيقة كثيرة منها على سين المثال وليس الحصر الهايبرشير بامب مضخط الضغط العالي نعمل عليها الآن نعمل على كذلك أجهزة استرداد الطاقة نعمل على البابلاين نعمل على الكوتينج نعمل على بعض المواد الكيموية بتوطينها فرصة الموجودة اليوم التي هي توطين صناعة الأغشية نفسها وبرضه استثمار قطيع الرجيع مياه الرجيع هذه جزء بسيط من المتوقع في المستقبل السوق واعد وتوقع أنه يعني السوق مفتوح للجميع أيضا تقنيات مختلفة والتقنيات متسارعة فأتوقع أنه الفرص متاحة للجميع أنه يدخل هذا المجال بكل سهولة ويبقى التحدي الأكبر للدخول في استثمارات قطع غيار تحلية المياه وإنتاجها داخل المملكة مرتبطا بالضمانات التي تقدمها الجهات المعنية لتتمكن الشركات من ضخ استثمارات تساعد في تصنيع هذه المعدات محليا عطل الشمري سين بي سي عربية الرياض والآن جولة في أبرز ما تم تناول في وسائل التواصل الاجتماعي الموافق على الغال لاحة تنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية قد تكون هذه المهنة المعقب من أقدم يمكن المهن في الجهات الحكومية لإنجاز المعاملات والأوراق الآن تقريبا انتهت كليا مع التطور الرقمي والتطبيقات وإنجاز المعاملات بأسرع طريقة وأسهل طريقة تركيب أجهزة الصدمات الكهربائية القلبية وإزالة الرجفان البطين في مشروع التوسع الثالث للحرم المكي طبعا هذا يعتبر تركيز من وزارة الصحة بعملية سلامة الحجاج والمعتمرين لكل زوار المسجد المكي في مكة المكرمة وبالتالي السلامة للجميع عبداللطيف الحمادي بحوار تلفزيوني هناك الخفاض في مهارات الطلاب الابتدائي بسبب التعليم عن بعد قد يكون المراحل الابتدائية يمكن هي من أكثر المراحل الحساسية في مسألة التعليم خاصة في السنة الأولى والثانية وقد تكون لسالة عبداللطيف وجهة نظر في هذا الموضوع غرامة مليونية لأربع مخالفات قطع الأشجار طبعا شددت المملكة ووزارة الزراعة وأيضا هيئة حماية البيئة بموضوع حماية البيئة في المملكة بمنع تماما أي قطع الأشجار والحفاظ على البيئة وأصبحت هناك غرامات قاسية وكبيرة جدا لسلامة البيئة وصلنا إلى نهاية الحلقة من حديث المملكة والمزيد من المتابعة والأخبار من خلال موقع محطة سين بي سي عربية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام مع السلامة هذا البرنامج برعاية الخبير المالية